موسيقى شاهدين أهلا بكم من جديد تم بالرباط توقيع مذكرة التفاهم بين المغرب وجمهورية الكونغو تروم تعزيز التعاون المشترك في مجالة البيئة والتنمية المستدامة وتم التوقيع على هذه المذكرة في إطار الزيارة الرسمية إلى المغرب التي تقوم بها وزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو أرلت سودان نونولت لتقييم التقدم المحرز بخصوص تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الحكمة البيئية والتقييم البيئي والاستراتيجي ومكافحة التغير المناخي كما يشمل مجال هذه الشراكة إدارة الموارد والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر والأزرق وتطهير السائل والتدمير المندمج للنوفيات نناقش مشاهدين هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط الأستاذ محمد الكيحل أهلا وسهلا بك مرحبا وتشرفنا بالحضور معكم أهلا وسهلا إذن المغرب والكونغو وقع اتفاقية التفاهم ترمو تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة بداية ما المجالات التي تشملها هذه مذكرة التفاهم هذه المجالات كما قلت في تقديم ديالك سيدتي هي تطالو عدة مجالات حيوية بالنسبة للتعاون ليس فقط بالنسبة للتعاون الغريبي مع دولة الكونغو باعتبارها رعية لجنة المناخ الكونغو وإنما هي ملفات بيئية حيوية بالنسبة لمجموع بلدان القارة إفريقية كيف لا الحوض كونغو هو يشكل منطقة مهمة جدا وهو منطقة بيئية وإيكولوجية بامتياز دعيني أول سيدتي أن نعطيك بعض المعطيات حول هذا الحوض هذا الحوض هو يعد بمثابة الرئة للرئة العالم بعد حوض الأمازون فهذا الحوض هو يتوفر على مجموعة من الموارد الطبيعية والأيكولوجية والبيئية يتوفر على ثاني نهر في القارة الفريقية من حيث الطول ما يفوق 4,470 كيلومتر بعد نهر النير وكذلك الحوض الكونغو يشكل الحوض الثاني بعد الحوض الأمازون الحوض الأمازون يتوفر على مساحة غابوية تمثل 9,6% من المساحة الإجمالية لحوض الكونغو وكذلك يتوفر على مجموعة من الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي معنى هذا أن الحوض هو هالتعاون المغربي الكونغو هو يأتي في إطار تعاون أشمل وتعاون عام نحن نعلم بأن المغرب في علاقاته الأفريقية البعد البيئي أصبح حاضر جدا خصوصا في عهد جلالة الملك الحسن الثاني الذي أعطى أولوية خاصة لمجال البيئة والتنمية ومستدامة واسمحي لي أن أعرجك على معطى تاريخي أساسي جدا صاحب جلالة محمد للساديس كان هو الذي يمثل المغرب في مؤتمر ريو دي جنوريو 1992 ومنذ ذلك الحين والمغربية أعملوا جاهدا على الاهتمام بالمجال البيئي نعم سنتحدث أكثر عن هذا الجانب الالتزام الملكي طبعا بمجالة البيئة والتنمية المستدامة قبل ذلك نعود إلى هذه المذكرة ومذكرة التفاهم في مجالة البيئة والتنمية المستدامة ما أبعاد مذكرة التفاهم هذا؟ هذه المذكرة هي لها أبعاد ولها رسائل وحاملات إقليمية نحن لا يعلم بأن لجنة المناخ ليحوظ الكونغو هي لجنة انبطقت عن مؤتمر كوب فندو الذي انعقد من دينة مراكس سنة 2016 وأنا حضرت هذا المؤتمر عندما كنت إطار بوزارات البيئة ومنذ ذلك الحين والأهمية والأبعاد دي المجال البيئة هي لا تكمن في حماية الموارد الطبيعية للمجال البيئة وإنما يجب أن نربط ما بين البيئة وبين التغييرات المناخية وما بين كذلك التنمية الاقتصادية الأفريقية وكذلك بقضايا أخرى مرتبطة قضايا الهجرة البيئية نظراً لارتفاع نظراً للظروف المناخية القاسية التي تمر بها القارة الأفريقية وبالتالي فيمكن هذا التعاون يمكن فهمه في إطاره الواسع وإطاره الشامل فالمغريب هو دائماً يدافع عن القضايا الأفريقية في جميع المحافل الدولة والأقليمية والمغريب في هذا التعاون يمكن وضعه كذلك في إطار ما يسمى بالديبلوماسية الخضراء التي تقوم بها المملكة هناك مجالات حيوية جديدة فيمكن للدول الأفريقية أن تستفد من المغريب من التجربة التراكمية للمغريب في مجال البيئة إذا فعل المستوى الداخلي هذا المغريب لم يصل إلى هذا المستوى حتى تستفد من الدول الأفريقية وإنما لأنه قام بجهودة جبار المستوى الوطني قام بمجموعة من الترسانة من الترسانة القانون البيئة في اعتقادكم أين تكمن أهمية مثل هذه الشركات اليوم خاصة في مجال التمويل المناخي وجلب تمويلات للقارة الأفريقية تماماً لأنه هذا هو بيت القاسيد نحن نعلم بأنه للأسف الشديد دائماً في المفاوضات وفي المؤتمرات المناخية دائماً الدول العظمى أو الدول الغنية وهي التي تتسبب في تلوط المناخ فإنها لا تتعهد بمنح الموارد المساهمتها الوطنية ونحن نعلم بأن الحوض الكونغو عنده ما يسمى بإحداث الصندوق الأخضر لكن هذه التمويلات إلى حد الآن تبقى ضعيفة جداً بالمقاربة مع حجم التحديات البيئية وكذلك خصوصاً في القارة الأفريقية التي تعرف موجة من الجفاف وكذلك موجة من السيامة في وضعية هي تعرف وضعية اقتصادية هشة وكذلك في مجموعة من المدن هي تعرف عدم استقرار سياسي وبالتالي فالأهمية لهذا التعاون هو في عمقه هو يساهم في تتبيت السلم الاجتماعي وكذلك يساهم في الاستقرار السياسي في مجموعة من الدول وكذلك يساهم في التنمية المستدامة نحن نعلم بأن الدول حالي هي التتجه ما يسمى بمجالات بيئية جديدة ما يسمى بالاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر وكذلك كل مجالات التنمية النظيفة والمغرب هو يعتبر رائدا في هذا المجال وبالتالي فإن الدول الأفريقية هي لها مجموعة ليس فقط هذا المذكرة التفاوين لها مجموعة من الاتفاقية الدولية ومجال التعاون التي أبرمها المغرب مع الدول الأفريقية لا سيما في الزيارات الملكية التي قام بها الأفريقية والتي كانت عديدة إلى مجموعة البود أفريقية كان دائما الميرف البيئي حاضر في جميع اتفاقية التعاون والشاركة الاقتصادية وتجارية نعم خاصة ما يتعلق بالانتقال التاقي وكذلك التقاط المتجددة مثل هذه المجالات كما ذكرتم طيب كيف تقيمون اليوم التقدم المحرز بخصوص تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو وما المنتظر من هذه اللجنة أنا أعتقد بأن هذه المذكرة ستمكن أرضية مناسبة نظرا للوزن للمملكة المغربية وكذلك لدولة الكونغو فدولة الكونغو تقع في قلب القارة الأفريقية وهي دولة كبيرة من حيث هي ثاني دولة من عدد السكان بعد مصر وكذلك وأوتوبيا وبالتالي فإن حجد هذا المذكرة أعتقد بالنظر إلى صدق الشراكات وتعدد الشراكة في المغرب فيمكن للمغرب أن يدافع بمعية الدول الأفريقية ولا سيما في إطار الدول دول المنضوية في إطار المبادرة الأطلسية نحن لا يعلم أن هناك مبادرة الأطلسية الملكية وهناك مجموعة من الدول دي المنطقة الغرب الأفريقية وكذلك دول منطقة الساحل انخرطت في هذه المبادرة وبالتالي فإن في مجال المناخ يجب أن تكون لك قوة فاوضية كبيرة جدا حتى يمكن أن تكسب مجموعة من الموارد وكذلك لحماية لأن حوض الكونغو هو ليس حماية هذا الحوض هو بالنسبة فقط في مصلحة أفريقيا وإنما هو في مصلحة العالم ككل لا سيما بأن الاقتصاد العالمي فالمستقبل الاقتصاد العالمي هو مرتبط أساسا بالقارة الأفريقية ونحن لا يعلم الأهمية الاقتصادية والأيكولوجيا والبيئية لهذا الحوض وبالتالي فإن هذا التعاون لا يجب أن نفهم بأنه تعاون تنائي فقط وإنما هو تعاون يجب على الدول الأفريقية أن تنخرط فيه كاملة وذلك حتى تكون قوة فاوضية لا سيما في مؤتمر المناخ 29 المقبل نعم طيب تحدثتم قبل قليل عن الحرص الملكي والاهتمام الملكي بالقضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة كيف يبدو لكم هذا الالتزام الملكي اليوم بالتنوع البيولوجي والمناخ لسيما في المنطقة القرية الأفريقية نعم كما قلت لك سيدتي فإن في المغرب هو دائما يدافع بصدق وأقولها على مجموع القضايا الأفريقية وبما في ذلك القضايا البيئية والمغرب ينتهج ديبلوماسية يعني صامتة فالملك محمد الساديس نصره الله هو حتى في جميع الخطب والرسائل الملكية السامية نجد دائما البعد البيئي حاضر جدا وأنا قمت بدراسة المجموعة من الخطب الرسائل الملكية دائما البعد البيئي حاضر ليس على مستوى الوطني ولكن كذلك على المستوى الإقليمي والقاري فالمغرب هو بحكم مجموعة المعطيات يجد نفسه يعني مدافع للعلم البيئي بالنظر إلى الموقع الجغرافي ديالو وكذلك بالنظر إلى المقومات العلاقاته السياسية مع الدول الأفريقية وكذلك بالنظر إلى علاقاته وشاركاته المتعددة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مع القوى العظمى في العالم وبالتالي فأنا أعتقد بأن المغرب هو كل مبادرة يعني يقوم بها فإلا تلقى يعني بترحاب وصدر لأنه يعرف التحولات الدولية ويعريب بأن البيئة أصبحت موضوع مهم جدا لأنه كما قلت يرتبط بالهجرة ويرتبط بالأمن والجوار المتوسط لأننا إذا لم نحمي هذه البيئة فإن ستكون هناك هجرات يعني متعددة لعديد من من الأشخاص وهذا ما نشاهد حاليا هناك موجات متعددة فيما يسمى بظاهرة الظاهر البيئي وما تطرحه من إشكاليات على المستوى الوجوء البيئي والنوجوء البيئي الذي لا سيما في دل هنا وجود فرع قانوني وهو ما يشكله يعني مجموعة من التحديات القانونية وكذلك الحقوقية الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفرقية بجامعة محمدين الخامس بالرباط الأستاذ محمدين الكيح شكرا جزيلا لكم على هذه المعطاية مرحبا صحرا على استضافة شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الفقرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة